للمرة الثانية خلال أشهر قليلة يستهدف الأليزي شركات إسرائيلية لصناعة الأسلحة فيمنع مشاركتها في معرض آخر للصناعة الدفاعية يقام في باريس الرئيس الفرنسي الذي دعا مؤخرا إلى حظر تصدير الأسلحة إلى تل أبيب بات في مرمى سهام وسائل الإعلام العبرية التي ترى أن لإيمانوال ماكرون اليد الطولة في منع شركات إسرائيلية من المشاركة في يورو نافال معرض الصناعات العسكرية الذي سيقام في باريس في شهر نوفمبر المقبل القرار الفرنسي شمل 12 شركة إسرائيلية ستغيب عن الحدث الذي تحضره أخرى تركية وأمريكية وأوروبية وحتى برازيلية وكولومبية الشركات الإسرائيلية التي حضرت باريس مشاركتها في يورو نافال هي الأبرز والأكبر من نوعها إذ تضم قائمتها البيت سيستيمز ورافايل وأسماء أخرى كانت نيران صواريخها ومدافعها تتجه إلى صدور الأطفال والنساء والشيوخ العزلي في غزة ولبنان باريس حضرت الشركات الإسرائيلية ذاتها في معرض يورو ساتوري الذي استضافته في يونيو الماضي قبل أن توافق المحكمة الفرنسية العليا على حضورها لكن بعد انتهاء الحدث الذي يستقطبه كبار مصنعي الأسلحات في العالم المواقف الغربية ضد العدوان على غزة ولبنان تطورت من التضامن الشعبي إلى باحات الجامعات قبل أن تصل إلى الاعتراف بعض البلدان بدولة فلسطين إلى أن وصلت إلى حرمان دولة الاحتلال من حضور أهم الفعاليات الدولية غير أن كل هذه الضغوطات لم تثني حكومتها بن يمينة نياهو عن مواصلة القتل والتشريد من دون أن تلقي بالا للتعاضف الدولي مع ضحايا التعنت والعنف الإسرائيلي